كيف تبدلت أحواله حينما كان طالباً بسيطاً يدرس في إحدى الجامعات؟ وهل كانت نصيحة الأصدقاء له سبباً فيما وصل إليه الآن؟ وما سر الخلطات السورية الخاصة التي ضمنت له هذه الثروة الكبرى؟ حينما ذهب أبناء الجالية السورية وبقية الجالية العربية في فرنسا إلى قلب مدينة تولوز على أمل الاستمتاع بإطلالة تستريح بها نفوسهم على ضفاف نهر قارون فهم يجعلون سلسلة هذه المطاعم إحدى وجهاتهم المفضلة ليس فقط لأنها مملوكة لرجل أعمال سورية ولكن لأسرار خلطاتها الشامية المميزة فما قصة رجل الأعمال هذا؟ هو سامر رجب رجل أعمال سورية أصبح نجاحه قصة ملهمة لم يرضى فيها عن النجاح بديلاً بعد حصول سامر على البكالوريا العلمية من سوريا عام 1985 أراد استفر إلى أوروبا لاستكمال الدراسة وفي نفس الوقت تنفيذ مشروع آخر أتقن سامر اللغة الفرنسية وقدم أوراق فور وصوله لدراسة الهندسة المعمرية في جامعة تولوز وكان ذلك بالنسبة له تحدياً كبيراً هو يريد العمل والدراسة معانا وجعل الطالب السوري يفكر في مشروع ينفذه أثناء الدراسة بدأ بالفعل محاولات في مجال تجارة السيارات وواصل سامر الذي يمتلك الآن مجموعة من أقوى سلاسل المطاعم في فرنسا دراسة الأسواق الفرنسية واحتياجات الفرنسيين وعلم من زملائه بأن المنطقة التي تقع فيها جامعته بحاجة إلى المطاعم وعلى الفور قرر الرجل المحاولة بافتتاح مطاعم سوريا يعتمد على أسرار الخلطات السورية الخاصة في فرنسا كانت المفارقة أن الطالب الذي يتفوق في مجال الهندسة المعمرية بدأ يحقق نجاحاً كبيراً في مجال المطاعم يوماً وراء يوم بدأ أبناء الجاليات العربية والسورية في فرنسا وسائحون من مختلف البلدان في الإقبال على مطعم سامر وبدأت سمعته تروجه في فرنسا بعد نجاح أول مطعم سوري له بدأ معدل أرباح سامر تتصاعد بشكل ملحوظ وحينها فكر رجل الأعمال السوري في توسعة نشاطه إلى أن افتتح مطعمين أخرين في فرنسا محققاً نتائج قوية على مستوى المنافسة مع المنافسين في سلاسل المطاعم الفرنسية الفرنسيون والعربية تزايدوا إقبالهم على مطاعم سامر الذي يجلس أثناء إدارة مطاعمه يتذكر جيداً مسار حياته المهنية وكيف احترف مجال الهندسة المعمرية بعد دراسة ثلاث سنوات لينجح في نفس الوقت في مجال المطاعم والأغرب أنه وجه بناته إلى دراسة مجاله الأول في الهندسة وظل يدير مشروعاته في مجال المطاعم فهل كانت الخلطات السورية سبب نجاح رجل الأعمال السوري؟ اشتركوا في القناة